السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى تكونوا كامل بخير وصفتنا لنهار اليوم إن شاء الله راح تكون بغرير على الطريقة التقليدية بما أنه احنا في فترة تعمو نسبات حفلة الباك والبيام فاختريت نقدم لكم الوصفة لعل وعسى تستفادوا منها إن شاء الله كما قلت نحضرها على الطريقة التقليدية غير بسميد راح نشوفوا خطوة بخطوة الطريقة تعالعج انتحة تعطيها بانتحة وأيضا السر اللي خليها تجي خفيفة متجي اشتقيلة وتقهم كما راكم تلاحظوا ما نطوش عليكم فقط ما تنسوش الضغط على الإعجاب به يوصل الفيديو الأكبر عدد من الأخوات ونمروا مباشرة للمقادير نقولوا بسم الله نحطوا سميد عدنا خمسة كيلو تاع سميد حوالي كيلو واربع نملحوها كما راكم تلاحظوا طبعا نحط لها كمية مناسبة من الملح ونزيدوا معها مغرف كبيرة زيت نباتي ومغرف كبيرة خميرة الخبز هاد المقادير الكامل راح نجمحهم بالماء هنا لما يكون دافي مش يسخون بزيف دافي فقط نبقى نجمع في العجينة حتى نتحصل على عجينة طريا ومتماسكة بالنسبة لسميد يكون متوسط ما يكونش ناعم وما يكونش خاشن ايضا نختاروا نوعية سميد ما تكونش فيها العلق ماشي كما سميد لنا خدموا به المحاجب كل ما يكون نسميد تاعكم ما فيهش العلق كل ما تجي يعني اللي بغير تاعكم طريا وما يعدبكمش في العجينة لمو العجينة تاعنا كما راكم تلاحظو كامل بهذا الشكل لاحظو القوام تاحا راح نتحطو شوية هنا يا على العجن اول شي نبدو نعجنو العجينة تاعنا بهذه الطريقة طريقة تقطع حتى تتعجن معنا مليح من بعد نبدو نضيفو في الماء يعني قبل ما تتعجن معكم العجينة مليح ما تضيفوش الماء لما تعجنوها جيدا نبدو نضيفو الماء ونفس الشي تبقى وتقطعوا في العجينة تاعكم بهذا الشكل يعني الصورة راهي موضحة اكتر من كلاما تاعي لاحظو علاش نقطعوا العجينة بهم يتشكلوش معنا الخيوط وما تجيش يعني البغير تاعكم مطاطية كل ما تقطع العجينة جيدا كل ما تحصلوا على بغير ناجح ومليح لاحظو الطريقة تتع العجينة هنا ايضا هنا العجينة تاعنا بدا تتطلق معنا نفس الشي نبقى ونضيفوه في الماء دايما ونقطعوا العجينة بهذا الشكل بالنسبة لمدة العجن بين اضافة الماء والماء هي مدة 3-4 دقايق وما يديروا معاكم هذا الفقاعات يعني يتتأكدوا بلي العجينة تاعكم راهي معجونة جيدا وراهي ناجحة ان شاء الله لاحظو نبقى ونضيفوه في الماء دايما ونبقى ونقطعوه في العجينة الاخر دقيقة لاحظو نخبطوا العجينة ايضا باش ندخلوه لها لهوة تجي خفيفة شوفوا الطريقة تاع العجن كيفاش تختلف هنا راهي تحك في العجينة بيدها باش نتأكد مليح باللي راهي تخلصت من هذوك الخيوط اللي في العجينة ولا هذك اللغلوتين اللي في العجينة يطلقوا معاكم يعني يروح معاكم ضيفوه في الماء ونعجنوه بنفس الطريقة حتى نوصلوه للنتيجة النهائية واللي هي تكون العجينتاكم مطلوقة ما فيها حتى خيوط وذكر حين نشوفو في النهاية القوامة حتى كيفاش يكون هنا بدأت تطلقوا معنا العجينة لاحظو الطريقة تاع العجن في هاد المرحلة ضروري تتابعوا جميع الخطوات وجميع التفاصيل خصوصا العجن العجن هو كل شي في البغرير يعني كي تعجنوها جيدا لاح تتحصلوا في الاخير على نتيجة مرضية نحن نريلكم واحد اللاست جيس باش تعرفوا باللي العجينة لاحظو لما تهزوها يسيل معكم خيط من العجينة ما فيهش خيوط وهذا هو القوام المناسب اذا نحطوها في طنجرة نغطيوها ونخليوها مدة ساعة تختامر من بعد مرور الساعة نجبدوها نحطو لها حبة على البيض نخلطوها جيدا نحكي على العجينة ومن بعد نبدو نطيبو طبعا نخليو التعجين تعني يسخن جيدا من بعد نحطو العجينة بهذا الشكل بشكل دائري اذا تحبوها رقيقة ووسعوا الدائرة تاعكم اذا تحبوها يعني ملحمة شوية ما توسعوش العجينة في الطاجين يعني خليوها صغيرة دائرة صغيرة باش يعني تجيكم ملحمة شوية لكن هي على العموم يحبوها الناس تكون رقيقة هكا باش ما تجيش تقيلة وما تجيش تقهم لاحظو الطريقة نعاود معاكم بعد الطريقة طبعا تاجين تعنا مرة على مرة ندهنوه بصفر بعيد ولا بزيت كل واحد واش مولف يدهن الطاجين انتعو نستمرو يعني نطيبو كامل كمية البغرير اللي عدنا بنفس الطريقة لاحظو فقط كيفاش رهي تتعين ما شاء الله وهذا السر كامل رهو في طريقة العجن كيما قلت لكم في الاخير نقدموها طبعا البغرير يتقدم مع العسل طبعا نكونو دوبنا شوية الزبدة دهناها بالزبدة ونضيفو لها العسل وبالصحة والهنا ان شاء الله طبعا تقدموها مع العصائر تقدموها مع المونات كيما تحبو لاحظو القوام تحك في الشيجي تجي ما شاء الله صدقوني هذا الطريقة ناشحا مليار فلم يا خصوصا العجن نراني نأكد ونعاود تبعوا فقط جميع الخطوات وأكيد رح تنجح معكم في النهاية وتجيكم بغرير من أحسن ما يكون على الطريقة التقليدية خصوصا لما تعرضوا الناس تقدمو لهم حاجة بطبع وشان فأنا نتمنى تعجبكم فيديو نهار اليوم وذا أعجبكم ما تنسوش الضغط على الإعجاب وتخلي ورايكم في التعليقات لمازالت مشتركتش وأول مرة تشوف قاناتي ندعوها تشترك وتفعل الجرس حكا باش يوصلها جديد القناة إن شاء الله نتلقى معكم في فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته